بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنتكلم على ال-digestive system ونكلم على القناة الهضمية يعني قدار القناة الهضمية حقا القناة الهضمية has four layers أو tonics أربعة طبعات يعني نبدأ من الداخل للخارج نبدأ من الداخل للخارج نبدأ من الداخل للخارج ميكوزة طبعا المخاطية اللي هي الداخل المبطنة بعدها على طول هتلاقي الصب ميكوزة تحت المخاطية دي epithelia ده طبقة طلائية وده عبارة عن connective tissue اللي بعديها على طول اللي هي muscularis external طبقة العضلات الخارجية أو الطبقة العضلات اللي هي عبارة عن circular muscle دايما بتبقى للداخل وبعدها على طول longitudinal muscle بتبقى للخارج وده رقم ثلاثة اللي هي muscularis externa طبقة العضلات الرابعة الأخيرة خالص اللي هي بتعمل covering اللي هي بسموها cirrhosa الطبقة المصلية وده بتحيط بالقناة الهطمية طالما فيه space موجود بيحيط بأورجن لازم نبقى محاط بالcirrhosa الموجودة الخارجية طبعا السيروزة دي موجودة في حول الاستومك أو الانتستن طالما فيه cavity لكن مثلا الاستوفيجس ماشي فيه النك العنق ما فيش أي دائع خالص ان يبقى فيه cover لأن ما فيش فيه space محاط به وبالتالي استعاط بدل السيروزة يبقى عنده حاجة اسمها adventition الطبقة الخارجية خالص وهي عبارة عن loose connective تشو عشان يملك الفراغ الموجود حول المريء في منطقة العنق يبقى ده اللي قلنا عليهم ده السيروزة من الخارج هول للداخل السيروزة وبعد كده الماسكولارس اللي هي عبارة عن longuturnal layer للخارج وسيركولار دايما قلت للداخل بعد طبقتين العضلات دول هتلاقي فيه صب ميكوزة قلنا عبارة عن نسيكضون وبعد كده الميكوزة هو عبارة عن epithelium طلائية موجودة وده اليوم من التجويف الداخلي بالشكل ده تعرف على طول ان ده اسوفيجاس ليه اسوفيجاس لان فيه طبقة ادبنتيشيا بدري السيروزة طبعا كمان فيه هنا الطبقة اللي هي بسموها من طبقة طبقة طلائية حرشوفية طبقية وليه طبقة الداخلية اللي بتفتح في التجويف الموجود داخل الاسوفيجاس يبقى الميكوزة اول طبقة خلص بقى من الداخل عبارة عن ابيثيليوم صح طبقة طلائية لين تبطن ال سنترال كافيتي او اليوم الموجود داخل التجويف القناة الهضمية بعض الخلايا الطلائية بدأتحور تبقى غدد تطلع لك افرزها تطلع لك الميوكس طبعا المخاطر المهمة جدا وتطلع لك طبعا الانزيمات او الانزيمات العصارة او الانزيمات العظيمة طيب الصب ميوكوزة اللي بعد الميوكوزة على طول هي عبارة عن loose connective تشهر nerve ending فيها lymphatic nodules العقد اللينفوية اللي بسموها pier batches يعني بقع pier الموجودة داخل النسيق الضام المسكوليرس عبارة عن two layers في معظم القانونة في معظم القانونة هضمية يبقى two layers من العضلات اللي هي smooth muscles يعني involuntary muscle الانر دايما بيبقى circular والآو دايما بيبقى لكن في الستومك بنلاقي فيه exception يبقى احنا قلنا في الصوفيكس بيبقى فيه exception ما فيه السيروزة طيب المسكوليرس فيه الاستومك بتلاقي فيه exception انه فيها third layer طبقة ثالثة يبقى فيه circular ولونجترونة لكن فيه oblique layer الطبقة المائلة اللي بتتحلي المعدة تحرك فيه اتجاه مش بس بتأسر ودي لأنها المعدة السيروزة رقم اربعة دي عبارة عن esquomas epithelium esquomas epithelium الميوكوزة دي مختلفة على حسب بيه المكان فحنا قلنا اوصفكس مصر بتبقى سيراتفايد esquomas epithelium في الانتست المعظم دايما بيبقى simple columnar epithelium وساعدة بيبقى سلية columnar epithelium طبعا ده سكرية سيروس السيروزة يبقى سيروس المصلي which moist the outer surface layer in the off zentist زي بقى الانتست بتبقى ملتفى كده على بعضها عشان تقلل الاحتكاك فلازم بقى فيه سائل يعمل lubricating ده يبقى فيه سائل حركة الماء داخل البط اللي بيفرزه طبعا طبعا السيروزة اسمه السيروس في لويد وده ورحمة الله وبركاته